اهلا بكم مشاهدين مرة تانية بنقول للي فتاته فقراتنا او الفقرة دي او الفقرات اللي فاتت او اي يوم ممكن تشوفونا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم ثلاثة باللغة الانجليزية ممكن تتواصلوا معنا على تويتر نهارك سعيد بردو ممكن تتواصلوا معنا على الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد فقرتنا دلوقتي هتكون عن مرض السكر واعتقد ان هي تهم الكثير من المصريين لو عرفنا انه مصر تحتل المركز التاسع ما بين من بين اكتر عشر دول على مستوى العالم انتشارا لمرض السكر لمركز التاني في نسبة الوفيات النتجة عن مضاعفات المرض وده وفقا لاحصيات الاتحاد العالمي للسكر ويمكن قلنا في المقدمة انه من اكتر المشاكل اللي بتابع المرض السكر انه اكتر من 50% ما بيبقوش عارفين انه هم عندهم المرض وده اللي بيسبب مضاعفات كثيرة جدا هيكون معنا دكتورة ايمان رشدي استاذ البطنة والغلد الصماء بجامعة القاهرة نتكلم معاها في التفاصيل سواها خير دكتور سباح النور يفادي ونهارك سعيد نهارك زي الفل دكتور في البداية حابين نتعرف منك على اسباب زيادة الاصابة بمرض السكر ليصل للمعدلات الخطيرة اللي احنا كنا منقول عليها دي نحن يعني متفوقين بس عندما ما نتفوق في الحاجات اللي ممكن تكون ضر في البداية عايز اقولك ان مرض السكر مش بس منتشر في مصر هو منتشر على مستوى العالم كله احنا بنتكلم النهاردة علينا هنا في بلدنا في مصر هو منتشر زي ما منتشر في الدنيا كلها لين تشر السكر اليومين دول لانه بدأ الناس يبقى وزنهم اكتر يزيد اكتر بدأت العادات بتاعت الحياة بتاعتنا تتغير الناس زمانكة بتحرك اكتر دلوقتي تحرك اقل الناس زمانكة بتاكل اكل صحي دلوقتي الاكل اكتر وجانج فود وحاجات ممكن تضر في علاقة دايما مع الوزن بتاع البني ادم والسكر فكل لما يزيد الوزن كل لما يزيد نسبة اصابته بالسكر ده السبب الاساسي ليه السكر زاد الايام ديت وليه بيزيد وليه هيزيد يعني متوقع ان السين الجاي بقى معدلته اكتر من دلوقتي طب ايه يعني ايه العوامل اللي بتؤدي في ده يعني مثلا الوزن لما بيزيد ايه السبب ايه العلاقة الربط يعني او ايه عشان الناس برضو تبقى فاهمة انه ايه انه الوزن بيؤثر ازاي صبع يعني الموضوع بتتطور ازاي بمعنى اوكي انت عارف ربنا خلق لنا في جسمنا البانكرياس ده عشان يطلع الانسولين والانسولين ده مهمته الاساسية ان هو يحرق السكر فاللي بيحصل انه بيطلع بنسبة معينة عشان خاطر يحرق كيمية معينة من السكر كل لما البني ادم يبقى وزنه اكتر من الطبيعي او وزنه وبيزيد كل لما يبقى محتاج انسولين اكتر يطلع عشان يشتغل على الخلايا الدهنية ديت ويشتغل على السكر الاكتر اللي البني ادم بيأكلوه وبالتالي دوت بيبقى عامل من عوامل الارهاق للبانكرياس بيبقى في حاجة تانية مهمة جدا اسمها مناعة الجسم للانسولين كل لما الجسم يزيد في الوزن كل ما يبقى فيه مناعة للانسولين فانت دلوقتي مطالب ان انت تطلع انسولين اكتر عشان يعني تتخطى بالمناعة اللي موجودة في الجسم اللي هي بيزيد بالوزن فانت دلوقتي بيبقى بيردن او بيبقى حملة اكتر على البانكرياس بيقوله طلع لي انسولين اكتر طلعني انسولين اكتر كل لما تزيد كل لما هتطلع انسولين اكتر لحد لما يحصل ايه يحصل ان الخلايا بتاعة الفانكرياس دي مش قادرة تطلع الانسولين اللي يكفي الوزن الكبير ده او الكتير ده يعني ده بشكل عام ده بيحصل في اي حد وزنه يزيد ده بشكل بشكل لكل كل لما الواحد يزيد في وزنه كل لما يبقى فيه عنده حاجة اسمها مناعة الجسم للانسولين وبالتالي انت محتاج انك تطلع انسولين اكتر عشان تبقى بتقاوم فيه المناعة دي فانت بترهك البانكرياس بتاعك السكر نفسه بقى العالي ده بيحرق البانكرياس يعني كل ما السكر يبقى عالي في الدم بيأثر على كل الاعضاء بتاعت الجسم ومن ضمنها البانكرياس فالبانكرياس ده هيتحرق او يحصل له تآكل مش هيبقى بيطلع الوظيفة بتاعته اللي هو الهرمون الانسولين وبالتالي يبقى العين عنده سكر بدا ما عنديش انسولين يكافيني يبقى انا عندي سكر طيب ازاي الباني قدم يقدر يعرف مبكرا انه هو عنده سكر لانه من اهم مشاكل مرض السكر انه الاحساب بتقول انه اكتر من 50% من الناسة بتبقاش عارفة ان هي جالها المرض وده بيسبب مضاعفات على ما يروحوا يكشفوا ويعرفوا بيكون ده سبب لهم في اضرار كثيرة فيه ناس لازم تبقى حتى في بالها انها ممكن تصاب بالسكر والناس دي مهم جدا انها تعمل تحليل بدري عشان خاطر طلقته السكر اللي هما بقى واحد اتنين ترى اللي هما ايه بقى اول حاجة الواحد لما يبقى وزنه كتير اكتر من الطبيعي اللي هو يبقى سمين او مليان فيه كل الواحد لما يبقى سمين اكتر من درجة معينة اه اكتر احنا بص اقولك على حاجة احنا مش بس بالوزن بتاع الجسم لان طبعا الدهون بتختلف على طولك انت مش مقول واحد طوله 160 يبقى ناسبت الدهون في جسمه زيها بالزبط زي واحد طوله 170 زيها زي حد صغير نحسبها ازاي اوكي فيه حاجتين اولا الدكتور او لو فيه ناس كلها بيحسبوا حاجة اسمها معدل الكتلة بتاع الجسم معدل الكتلة بتاع الجسم ده يعني تناسب الوزن مع الطول ودي بتحسبه معدلة سهلة جدا لو حد يحب انه هو يعرفها او لها لكم ياريت لان الناس فتبت اكيد تحب تعرفها الاول هتشوف مربع طولك بالمتر يعني مثلا انت 1.7 مئة وسبعين صنتي يعني 1.7 متر اضرابها في نفسها عشان ترى في المربع يبقى 1.7 من 10 في 1.7 من 10 تمام هتجيب الرقم ده تخليه على جنب ده مربع طول بالايه بالمتر وبعدين تشوف وزنك اللي هو بالكيلو جرامات تقسمه على النتيجة اللي انت طلعتها مثلا وزنك 80 على النتيجة اللي انت طلعتها اللي هي نتيج ضرب بتاع 1.7 في 1.7 هيتلعلك رقم الرقم ده لو من 18 ل 25 يبقى انت ايديال وزن الوزن بتاعك مثالي لو انت اكتر من 25 يبقى انت الوزن بتاعك ايه زيادة يبقى ساعتها الجرس بتاع الانذار اني انا ممكن يحصل لي امرات كتير ممكن يحصل لي سكر ممكن الضغط يبقى النسبته تزيد عندي ممكن الدهون تزيد عندي ممكن الاصابة بقى امرات كتير تزيد عندي ام سؤال انا عندي سؤال في قصة الحزبة دي قصة انه البني ادم يشيل من طوله 100 ويشوف لا انت عايز تحسابها مزبوط بقى الطريقة المزبوط اللي ده كتر بيحسابها اللي هي لا اصدية طريقة تبقى اسهل شوية هو الاحسن ان انت تشوف مربع طولك بالمتر وقص موزنك عليه وشوف الرقم هيطلع كم سهل قوي يبقى نمرة واحد ان يبقى الواحد الفئة اللي هما وزنهم زيادة عن الطبيعي او المفروض او المثال نمرة اتنين لو انت عندك تاريخ في العيلة يعني الوالد الوالدة الاخوات انت سوءا يبقى دوت حاجة مهمة جدا اني انا ممكن يجيلي سكر لاني تاريخ في العيلة ان عندي حد من قريب القريبين عندهم سكر يبقى ممكن يجيلي سكر نمرة ثلاثة الناس اللي هم فيه عندهم علامات بتاعت مناعة الانسولين يعني بعض الستات يبقى فيها عندهم تكايوسات في المبيض وده هو معناها دي علامة من العلامات بتاعت مناعة الإنسولين فممكن جدا يبقى زي ما عندها تكايوس في المبيض ممكن يبقى فيها عندها سكر أو يجي لها سكر لو واحدة ستة جالها السكر في مرة وهي حامل وبعد الحمل خلاص ما بقاش فيه سكر فممكن جدا في المستقبل الستة دي يجي لها السكر أي واحد فينا بعد سن الأربعين المفروض أنه هو يحلل السكر لأن نسبة الإصابة بالسكر بتزيد بعد الأربعين دي حاجات مهمة الواحد لو حطاه في باله ممكن جدا يقول أنا إمتى أروح يبقى أن لو أنا مليانة لو أنا عندي تاريخ في العيلة لو أنا فوق الأربعين لو أنا واحدة ستة جالي في مرة من المرات سكر حامل يبقى المفروض أن أنا أتابع وأشوف السكر بدري أو أشوفه على الأقل مرة كل سنة تمام طيب إيه الأعراض اللي الناس بتفتكرها أعراض طبيعية ممكن يعني اختلط عليها الأمر فتتعمل مع الموضوع لأنه عادي ويدي يتضح بعد كده أنه هو السكر أبتكلم على المشاكل اللي هي بتبقى عامة يعني ممكن تبقى حاجات صغيرة ونسبة تفتكرها لا 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 دي حاجة بسيطة مش مستهلة وبعد كده يكتشفوا أنه هي ده مرض السكر هو الخطورة في مرض السكر أنه ممكن في الأرقام الأولانية العيان ما يشتكيش بأعراض يعني هو الطبيعي أو المعروف أنه لما الواحد سكره بيزيد المفروض أنه هو بيدخل الحمام يتبول أكتر المفروض أنه يبقى ريق ونيشف ده ممكن ناس يحصل أن سنانهم تبتدي تقع بسهولة جدا يبتدي وزنهم يخس يحسوا بإرهاق بس ده حاجات كلها ما تبقاش شور أو بتقول أكيد أنا عندي سكر يعني الإرهاق ده ممكن يحصل مع حاجات كتير مع الحياة اللي احنا فيها الاسترس مع أمراض تانية كتير فالواحد يدخل الحمام كتير ممكن يبقى ساوه أنه هو بيشرب مية كتير الجو برد زي اليومين دول راجل كبير عنده بروستات كبيرة يعني فيه أسباب فممكن الواحد ما ياخدش باله تشخيص السكر مش بالأعراض قد ما هو بتحليل السكر في الدم صايم وبعد الأكل بساعتين مهم جدا إيه الحاجات اللي ممكن تعدي على البني قدم للواحد اللي أنا قلتلك علي يعني اللي تدفع البني قدم أنه هو يروح يحلل أعراضه اللي أنا قلتلك علي نمرأ واحد طبعا لازم يبقى خليها بالي لو أنا عندي العوامل اللي هتجيب لي سكر أبقى خليها بالي حاجة زي دي نشفان الريء أو نشفان الريء أنه يدخل الحمام كتير أنه حاس أنه بيخيص أنه عنده إرهاق عام تي حاجات مهمة جدا تخلي عيني يروح يعمل تحليل سكر طيب المريض إيه اللي يعمله علشان يتابع ويحافظ على نفسه إزاي يقدر يعمل أول لما الواحد يعرف أنه هو عن سكر لازم أول حاجة أنه هو يعمل تغيير في حياته يعني أنا زي ما بقولك كده أن علاج السكر مهم جدا فيه أو أن أنت تعمل إيه السبب السبب اللي خلاني كده أني أنا وزني زاد أني أنا ما بتحركش كتير أني أنا باكل أكل مش صحي فمهم جدا أن حياتي نمط حياتي يتزبط فمهم جدا أن الواحد يبتدي يقلل الأكل اللي فيه فات كتير يقلل الأكل اللي فيه نشويات مش مش هيقلله ويمنعه لكن يبقى بيتابع مع حد يزبط له طريقة الأكل اللي هو بيأكلها يزود الحركة بتاعته لأن الأعبة الكتيرة بتزود أن الواحد ده يجي له سكر حتى لو ما كانش وزنه كتير الحركة مهمة جدا في علاج السكر لأنها بتزود حساسية الجسم واستجابة الجسم لإنسولين نمرة ثلاثة بقى أنه هو يبقى بيتابع مع الدكتور ويعمل تحليل سكر بانتظام عشان خاطر مش أنا خدت الدواء خلاص وأنا بقيت كويس لأ لازم يتابع لأنه ممكن جدا السكر مرض تصاعدي يعني إيه يعني اللي بيحصل النهاردة في البانكرياس دفنت لي بعد شوية ممكن يبقى أسوأ حتى لو أنا بياخد العلاج يعني حتى لو أنا بياخد العلاج ممكن جدا أن البانكرياس يبقى بيحصل فيه حاجات بحيث أني أنا بعد شوية أبقى محتاجة أضبط سكري أكتر ما أقول ده بياخدني بقى لسؤال تاني أنه نسبة السكر في الدم بترتفع وبتنخفض إزاي بنقدر نحدد النسبة المثالية الدكتور بيعمل تحليل العيان حاجة اسمها سكر صايم في الدم والسكر الصايم ده يبقى بعد السيام من 6 إلى 8 ساعات ماكسيمم مش أكتر من كده وبعدين ياخد العلاج العيان بتاعه ويفطر وبعد ساعتين من بداية الفطر بالزبط يعمل تحليل تاني اسمه سكر بعد الأكل بساعتين أنا من الأرقام ديت عندي أرقام مهمة الأصول أن أنا أوصل للعيان بتاعي بيها طب أزبط العيان بأدويتي وباللايف ستايل بتاعته عشان يوصل الأرقام اللي أنا عايزاها دي اللي هي الأرقام العالمية اللي حطاها الجامعات العالمية نمرة 2 بقى مهمة جداً نحن نعمل تحليل اسمه السكر التراكمي في الدم اللي هو إفرد العيان بيقولك أنا رايح بكرة للدكتور عشان أعمل التحليل فييجي بعض العيانين يزبط نفسه جداً ما يتعشاش زي ما بتعشى كل يوم خلاص ما يكلش جامد في الفطار اللي هو بيأضو فهبصة لقي الأرقام بتاعت السكر الصايم بتاعت العيان مظبوطة والسكر بعد الأكل بساعتين أو إلى حد ما أحسن من اللي فاتت لأنه هو مسك نفسه جامد في الأكل وخد الدو والتزم بس عشان التحليل عشان الدكتور ما يبقاش زعلان منه اللي بيكشف القصة دي بقى واللي بيكشف أن السكر ممكن يبقى عامل مضاعفات في الجسم ولا لأ حاجة اسمها السكر التراكمي في الدم السكر التراكمي في الدم بينقيس نسبة السكر اللي يزقى في الهيموجلوبين بتاع الدم الهيموجلوبين وبالتالي دي خلاص بتلزق ويحصل تكسير للهيموجلوبين كل 3 شهور فالنسبة اللي موجودة دي هتبقى شور مش متغيرة بطريقة الأكل اللي عيان كله انبارح أو النهاردة فأنا عندي أرقام معينة بتابع بيها صايم وبعد الأكل بساعتين والسكر التراكمي في الدم اللي هو بتعمل كل 3 شهور وبناء على الأرقام دي بقى أنا بنصح عياني وبساعده في أنه إزاي يزبط الدواء بتاعه وإزاي يزبط الأكل وإزاي يزبط الحركة بحيث أن أنا أوصل للأرقام اللي مطلوبة عندي جميل في مقولة منتشرة جدا بين الناس بتربط الإصابة بالبرد السكر بالغضب والنرفزة هل ده صحيح ولا يعني هل العامل النفسية ممكن ترفع نسبة السكر في الدم ولا ده خطأ شائع لا ده خطأ شائع بص هو الطبيعي أن الواحد لما بيزعل أو يتنرفز ممكن سكره يعلى زي ما ضغطه يعلى زي ما حاجات كتير جدا بتتغير بس دي حاجات تبقى وقتية خلاص أنا بعد ما يروح الزعل والنرفزة والتوتر اللي هي لمدة دقايق أو لمدة ساعات الأصول أن الأرقامي ترجع تاني لأن هرمونات اللي بتطلع في جسمي بتبتدي تزبط تاني لكن هو ممكن واحد يبقى كان عنده السكر وهو مش عارف أنه عنده السكر وحصل عنده حالة وفاة حصل عنده سترس فضيع أو حاجة جامدة في شغله أو فالزعل ده رفع السكر أكتر فالأعراض بانت فلما راح يعمل التحليل اكتشف أنه هو عنده السكر اللي جاب له السكر مش الزعل هو عنده السكر بس اكتشفه بالزعل طب إزاي المريض يقدر يصاحب مرضه وأتمنى أن أنا أقولها صح لا يعني هو يقدر يتعامل مع مرضه ولا يصاحب مرضه دي مقولة صح مليون في المية إحنا بنقول للعيان اللي عنده السكر أن أنت ما بقاش عندك برد أو إنفلوانزة بمجرد ما هتخفه هيبقى كل حاجة كويسة أنت بقى عندك السكر طول العمر وبالتالي لازم أني أنا أتعايش مع المرض ده أتعايش مع السكر ده أو أصاحبه يعني أصاحبه مش هصاحبه يعني معناها أني أنا هبقى يعني خلاص ده حاجة بسيطة وأنا متعايشة معه لا أصاحبه يعني أنا مدركة أنه هيفضل مرافقني طول العمر حاجة من حاجتين إحنا دايما نقولها العينين يا إما أنك أنت يا مريض تاخد السكر ده تحت بطك لأن العلاقة غير تكافؤية يا إما لو أنت دربت دماغك في الحيطة وقعدت وقلت أنا أعيش حياتي بالطول والعرض زي ما أنا عايز وخلاص هو أنا عندي السكر طول عمري هو اللي هيحطك تحت بطه السكر يعني هي علاقة غير تكافؤية آه هنفضل متلازمين طول عمرنا بس حد فينا لازم يمشي التاني حد فينا لازم يسيطر على التاني يبقى أنا عشان أبقى إنسانة نصحة لازم أني أنا أطاع أعمل مع السكر ده أنه هو هيفضل معي طول عمري فأنا لازم أكونترول حياتي ولازم أزبط علاجي ولازم أتابع بحيث أني أنا أبقى أنا اللي حطاه تحت بطي هو أو ماشي معي بس أنا لكونترولينج الحالة دي طيب خلينا نختم كلامنا بآخر التطورات في علاج مرض السكر ويا ريت لو نختم بواحد اتنين تلاتة نصائح مهمة لمرضى السكر بحيث أن إحنا نبقى قدرنا نفيدهم يعني على قدبنا أنا هقلب بقى في الإجابة هقلب إجابتي يعني أنا هبتدي بالنصائح وبعدين هقولك الجديد لأن دي حاجة مطامئنة للناس النصائح نعمرة واحد أن أنت تغير أسلوب حياتك يعني أن أنت تتحرك أكتر عشان خاطر الحركة دي بتزود استجابة الجسم الإنسليم بغض النظر أنت هتخصه ولا لا يعني بدل ما أنا قاعدة طول الليل والنهار مسكة ريموت بتاع كل حاجة بتاع التكييف وبتاع التليفزيون وا 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 عندي صوفة زي دي هات أول ما أدخل للناس يتريموا عليها من الأسانسير للعربية مفيش حركة لأ أحاول أن أنا أتحرك أكتر دي نعمرة واحد نعمرة اتنين الأكل بتاعي يبقى أكل صحي لحد ما يعني الدهون تبقى قليلة النشويات يبقى بمعدل معين يبقى الخضروات أكتر والفكهة أكتر البروتين لها لفل معين يبقى الأكل صحي أكتر بلاش قصة الجنك فود وبلاش قصة أني قعدة طول النهار ما باكلش وإجي الساعة 7-8 بالليل أروح واكلة واجبة أساسية كبيرة جدا وده سيما جدا نروح دخل نعيمة والجنك فود برضا عشان نوضحه اللي هي الوجبات الوجبات السريعة الوجبات السريعة والمطاعم الأمريكية غالبا يبقى دوت اللي هو نمط الحياة إنك إنت تزبط نعمرة اتنين إن أنت تتابع تحليل السكر بتاعتك وإنك إنت تحاول إنك إنت تمشي مع الدكتور نمرة 3 بقى هقولك بقى الإجابة بتاعت السؤال اللي أنت سألته في النمرة 3 دي بطمن الناس كلها إن دلوقتي السكر بقى ليه أدوية متعددة جدا بتشتغل على حاجات كتير لو العيان دوت عنده مناعة للإنسولين فيه أدوية بتزود استجابة الجسم للإنسولين لو العيان دوت عنده نقص في إنتاج الإنسولين فيه أدوية بتزود إفراز الإنسولين من البانكرياس لو العيان ده محتاج إنسولين بقى فيه إنسولينات دلوقتي بتشتغل بكل حاجة بتشتغل قصيرة المدى وطويلة المدى بتشتغل بطرق جديدة زمان كان فيه سرينجة بس دلوقتي بقى فيه سرينجة وفيه ألم السن بقى أحسن الألم بقى أخاف حاجات كتير جدا ففيه تطور في كل حاجة بقيت فيه أدوية بقى بتقلل إنتاج هرمون تاني اسمه جلوكاجون وبتزود إنتاج الإنسولين اللي هي الجديدة بقى حاجة اسمها DBB4 Inhibitor أو الحاجات جديدة برضه بتشتغل على إنتاج الإنسولين الحاجات دي كلها باقت متوافرة في السوق بس استعمالها اللي هيحدده الطبيب بناء على مين العيان اللي أنا هكتبله ده ومين العيان اللي هكتبله الدواء التاني دكتور إيمان روشدي وأستاذ البطنة والغلد الصمع بجملة القاهرة بنشكرك جدا ونورتي أنا اللي بشكركم نستي جدا مشاهدينا دي كانت فقرتنا لسه فقراتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعون